وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَغَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِفُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَيْفَ مَنْ فِي السَّمَاةِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحب وهم لا يظلمون وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيقى الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا ما فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لطاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حطت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبعاب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورفنا الأرض نتبور من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حمول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة